هذا واستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتلمية الصادرات بداية من تيسير منظومة الجمارك مرورا بمنصة نافذة وصولا لنظام التسجيل المسبق للشحنات وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الهدف الأساسي من نظام تسجيل المسبق للشحنات إلى جانب تيسير الإجراءات هو فرض وحكمتين على جودة المنتجات التي تدخل مصر وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية كان في إطار تبسيط إجراءات منظومة الجمارك والتسهيل حركة التجارة الدولية وده يمكن كانت مشكلة كبيرة جدا بتواجه التجارة البيينية في مصر سواء الدخول الواردات أو خروج الصادرات ويمكن الحقيقة بدأناها بمنظومة متكاملة من خلال منصة نافذة اللي كان فيهدافها فكرة الشباك الواحد وأيضا طبعا خطونا خطوة هامة جدا يمكن سبقنا بها عدد من الدول المتقدمة وهو ما يطلق عليه نظام التسجيل المسبق للشحنات ويعني إيه الكلام ده وده طبقناه بالفعل بشكل إلزامي من شهر أكتوبر الماضي معناها ببساطة شديدة كان بيحصل إيه قبل كده كان بتبقى الشحنات اللي أي حد عايز بيستورد شحنة يبدأ ياخد إجراءاته برا البلد وييجي بيها وبعد ما توصل هنا يبدأ إجراءات زي ما بنقول الاستخراج والإفراج عن هذه الشحنات والكلام ده كان بيستغرق وقت طويل جدا جدا وإجراءات بيروقراتية بل أحيانا كان بيتم رفض الشحنة وبنقع في مأزق اللي كان استوردها طب بيقول أنا خلاص أنا منيش دعو بيها ومش عايزها ونفضل عندنا تراكمات هائلة فالحقيقة هذا النظام ببساطة شديدة هو نظام رقمي ومميكا إن من قبل ما الشحنة تخرج من البلد المنشأ من برا بيتم تسجيلها على الكمبيوتر وتتبعت هنا عشان نبقى احنا على علم كامل بالشحنات اللي بتيجي ودي أنا عايزة أتوقف عند هذا الموضوع إن هدف هذا الموضوع في الأساس غير إن هو تبسيط وتسهيل الإجراءات إن احنا نعمل حوكمة بمنتهى الأمانة على جودة المنتجات اللي بتيجي مصر وقت تدخل مصر